سورة المعون هنلاقي ان رأيت الذي يكذبه بالدين اخد بالي الذي هنا ياء مادية لازم اجيبها حركتين المادة هنا بقول عليه ماد طبيعي الذي ما اضيعهاش مع الياء بتاعي يكذبه تمام كده اخد بالي الذي يكذبه بالدين ماقولش بالدين واجيب هوا في الدال لا بالدين بالدين تمام تمام فذلك الذي يدعو اليتيم برضو خلي بالي ان انا عين وضم عوم ما اجيبهاش ماشبعش الحركة بتاع الضم واجيبها واوا اقول يدعو لا هي يدعو اليتيم تمام ولا يحض على طعاء العين مش مفخمة اخد بالي من كده ماقولش طعاء مافخمهاش مع الطاء هي الطائية بس هي المفخمة طاء عا طعام المسكين نيجي للحكم اللي بعد كده فويلول للمصلين ده بانا لو قلت فويلول للمصلين ده سعر؟ لا طبعا ده خطأ ليه؟ لان احنا عندنا هنا تنوين وبعده لام لام ايوا من حروف يرملون اسمه ايه بقى؟ اضغام كامل بدون غنة ايوه شاطر اقبا ساذ عابين هناخد الاجازة قريب ان شاء الله فويلول للمصلين انا عندي اضغام كامل بدون غنة تنوين وبعده لام ايه حروف الاضغام؟ حروف الاضغام ستة مجموعين في كلمة يرملون ونعيد ونقول ان كلمة يرملون هنقسمها الى اضغام كامل واضغام ناقص اضغام كامل لو انا هاخد الستة حروف بتاعي يرملون هلاقي اللام والراء اضغام كامل بدون غنة الميم والنون اضغام كامل بغنة المضغم فيه تمام كده؟ الوول ياء اضغام ناقص بغنة بدون غنة اضغام ناقص بغنة من غير غنة هو اللام الراء بس لكن بقية الكلمة هيكل لها ناقص وكامل بغنة لو احنا هنتكلم عن غنة وبدون غنة هلاقي اللام الراء بدون غنة ينمو بغنة انما احنا حابين نقسم عشان نعرف يعني ايه كامل بغنة يعني ايه كامل بدون غنة يعني ايه ناقص بغنة تمام كده؟ ده حكم الاضغام يبقى الإضغام ست حروف مجموعين في كلمة يرملون مقسمين إضغام كامل إضغام ناقص إضغام كامل كسمين كامل بغنة كامل بدون غنة بدون غنة لا مراء كامل بغنة بقول عليها غنة المضغم فيه النون والميم ناقص بغنة مع الواو والياء